نوس اشتركوا في القناة في برنامج اليوم الثامن المحامي عبد العزيز السيد محامي قناة الحوار التونسي قال اللي ثم السياسي صلت ضغوطات على الهيئة العلية المستقلة للاتصال السمعي والبصري اللي معروفة أكثر بالهيكا باش تواجه عقوبات ضد برنامج لي من يجرأ فقط وبرنامج لباس عبد العزيز السيد اكشف انه هشام السنوسي عضو الهيئة العلية المستقلة للاتصال السمعي والبصري هو اللي يقله بالحرف الواحد اللي السياسي بارز من الاتلاف الحاكم هو اللي يقف وراء قرار إيقاف الزوز برامش وأذا في السيد أقول لي هشام سنوسي لن أكشف الاسم الآن وأتركه لك شرف كشف اسم هذا السياسي هذه التسريحات عبد العزيز السيد ظهر لي بعد الكلام هذية مقعد قدام سي هشام سنوسي وقدام الهايكا كانت ترد على الموضوع وتكشف الحقيقة لتوانسة اللي لو ثبتت فإنه الموضوع أصبح خطير بالحق كاننا نحكيه على هيئة عليا مستقلة نسطر على مستقلة للإتصال السامعي والبصري عد كان هي مستقلة وتاخذ في إملاءات وتمارس عليها ضغوطات من السياسيين ومن الحكومة بلاش بها خير هالهيئة هذه يلزم توضيح الموضوع للشعب التونسي ويلزم الهايكا كما توقف برامج لتقلق السياسيين تتلعي شوية زادة بالقنوات التلفازية والقنوات الإذاعية خاصة اللي قاعدة تبث بطريقة غير قانونية إلى حد اليوم وقاعدة تسرق بين ظفرين ونسطر زادة على كلمة تسرق في الذبذبات اللي هي ملك المجموعة الوطنية كان الهايكا تتلاب الموضوع هذا يخير نمشي لصباح نيوز تقلق مقال عنوانه بعد تصريح العكرمي للصباح بأن الباجي لا يؤمن بالديمقراطية السبسي يرد النار تخلف الرمات الحكاية بدأت بتصريح القيادة في نيدا تونس لزهر العكرمي للصباح قال فيه أن الباجي قايد السبسي لا يؤمن بالديمقراطية ياخي البارح رئيس الجمهورية سيباجي قايد السبسي وقت استقبل نواب جهة سيدي بوزيل بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاندلاع الثورة تونسية قال لي ثم السياسي وصفه بأنه غير ديمقراطي بأن شو اللي هنا يقصد فيه لزهر العكرمي عاد سيباجي علق عليه وقال لي هو قعد ثلاث سنين يدفع على أعمام السياسي هذه وترافع عليهم قدام القضاء وزيد قال السيد الرئيس النار تخلف الرمات في الجهة الأخرى في الجهة المقابلة سي لزهر العكرمي صرح الآخر خبر أونلاين وعلق هو بيدو على تعليق السبسي عليه وقال سي العكرمي اذكرك بتاريخك في إنكار الديمقراطية والرماد هو ابنك حافظ حسينوا هذي الكل سار البرح في نهار 17 ديسمبر تاريخ اندي لعا الثورة في تونس سيبوا قضايا الثورة وقضايا الناس اللي عاشت الفقر وضحات برواحة وليما زلت الضحي إلى اليوم وإلى اليوم قاعدة تعاني وتلهي كل واحد فيهم يسب في الآخر ويعلق ويقول النار والرمات وليكنتوا تسموها فيه الكل سي الباجي وسي لزهر العكرمي كنشوفوا الشي اللي يخرج منكم أنتم مزوز اليوم كقيادين وكمسؤولين حتى في أحزابكم ولا كسياسيين والوضعية متاع الحزب متاعكم ووضعية البلاد خاصة اليوم نعرفوا اللي النار اللي شعالها البعزيزي في روحه في نهار كيمة البرح عام 2010 اليوم بالحق خلف ترميت كنشوفوا الشي اللي يخرج منكم روحه في البرحة